تابعنا معنا مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية والذي يحل ضيفا عزيزا على مصر إذن مشاهدين الكرام علاقات تاريخية وعلاقات استراتيجية وطيدة بين مصر والمملكة العربية السعودية تتميز هذه العلاقات دائما بالعمق التاريخي والتعاون الاستراتيجي والتنصيق المستمر تجاه المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية أيضا تأتي هذه الزيارة لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم نظرا للمكانة العالية والموقع الجغرافي الذي يتمتع به البلدان مما عزز من الثقل على الأصعيدة العربية والإسلامية والدولية بنيت العلاقات السعودية المصرية على أسس صلبة وذلك منذ قدم التاريخ هذه العلاقات التي ترجمت في زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسؤولي البلدين بغرض تعزيز العلاقات فيما بينهما وتنصيق المواقف ودعمها في مختلف المجالات وهذه العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والسعودية تزداد رسوخا وثباتا في عهد رئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وها هي تزداد قوة وعمقا في ظل العلاقات التي تربط بين مصر والسعودية في ظل هذه الزيارة الهامة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة والذي يحل ضيفا عزيزا على مصر هذه العلاقات المصرية السعودية التي تزداد عمقا وقوة في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين وفي ظل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والعمل على تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات بالإضافة أيضا إلى الكثير من القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وذلك في إطار العلاقات والشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية إذن مشاهدين الكرام العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية دائما ترتقي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنصيق السعودي المصري وإبرام حكومتي البلدين لنحو سبعين اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية تتمتع المملكة العربية السعودية ومصر بثقل وبقوة تأثير على الأصعادات العربية والإسلامية والدولية مما يعزز من مستوى وحرص البلدين على التنصيق والتشاور السياسي المستمر بينهما لبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات المشتركة وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين إذن هذه الزيارة زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر في هذا التوقيت تحمل الكثير من المعاني والدلالات وتضع حدا لكل المحاولات التي تحاول إحداث الفوضى في المنطقة وأيضا هذه الزيارة تأتي متزامنة مع الذكرى الخامسة لتولي الأمير محمد بن سلمان لمنصبه كولي للعهد وتتزامن أيضا مع أحداث صاخبة تمر بها المنطقة جراء الأزمات العالمية حيث تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بذلالها سلبيا على العالم أجمع ومن ثم دول المنطقة تعد مصر من أوائل الدول التي استقبلت الطلبة السعوديين إلى الخارج وإذ أمر الملك عبد العزيز في عام 1927 بإفاد أول دفعة دراسية إلى مصر وضمت هذه الدفعة 14 دارسا وتقدر إحصاءات وزارة التعليم عدد الطلبة السعوديين في مصر حاليا بـ 2220 طالبا يتلقون تعليمهم في جميع التخصصات ومختلف التخصصات بالجامعات والكليات والمعاهد المصرية في عام 2020 تأسست جامعة الملك سلمان الدولية وهي تعد إحدى مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتنمية شبه جزيرة سيناء هذه الجامعة تضم 16 كلية و56 برنامجا في ثلاثة فروع ذكية بمدن الطور ورس سدر وشرم الشيخ وتوصف أيضا بأنها واحدة من جامعات الجيل الرابع الذكية وتهدف إلى تقديم تجربة جامعية فريدة من نوعها يمتزج فيها التعلم باستخدام أحدث التقنيات والخبرة التطبيقية والمعارف النظرية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة وفي الشأن الاقتصادي ترتبط المملكة العربية السعودية ومصر بعلاقات وطيدة علاقات التجارية متنامية إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال سنوات الستة الماضية 47.7 مليار دولار وتنام حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9% خلال العام 2021 مسجلاً بذلك 1.9 مليار دولار تتمتع مصر بموقع جغرافي استراتيجي يبلغ عدد سكانها 102.33 مليون نسمة ما يجعلها سوقاً استراتيجياً في المنطقة كما أن لديها إمكانيات سياحية عالية جعلتها تمثل سوقاً جاذبة للاستثمارات في مجالات السياحة الكهرباء والطاقة المتجددة والبناء والعقارات ترجمة نانسي قنقر